موسيقى السلام عليكم اليوم في هذه الحلقة ان شاء الله سوف نطرق نظام الغذائي المتوازن في هذا شهر رمضان نظام الغذائي المتوازن يجب أن يكون فيه القياسات أو المقاييس محترمة للسكريات والدهنيات والبروتينات إذن سوف نبدأ لماذا نعرف هذا شيء؟ لماذا نتقربهم المواطن ونشرحهم هاد المجموعة من الحاجات؟ باش يتجنب الأخطاء أثناء شهر رمضان اللي يمكن تسبب له مثلا فقدان الكوطة العضلية أو للعكس ممكن تكون عنها زيادة في الوزن دياله إذن نحن تقريبا ثلاثة الواجبات اللي هنطرقوا عليها إن شاء الله يمكنني الإفطار عنا العشاء وعنا الصحور وشنو هي المكونات الرئيسية عنا السكريات إذن بالنسبة للسكريات ما نتكلمو عليها؟ أغنأكدوا على أننا من الأحسن تكون السكريات المتعددة لماذا؟ لأن المتصاص دياله على مستوى الأمعاء ديالنا يقبط الوقت يترجع وحادية وعاد من بعد أنك تتبسط وتهرس مستوى الأمعاء ديالنا عاد كيتسم المتصاص دياله وشنو هو الدور ديال هاتي؟ هاتي الدور دياله باش الأنسولين كيتسم الإفرص دياله بوحد طريقة مقننة بوحد طريقة عقلانية وما كيكونش بكاترة يقدر يسببنا في الجوع وإنسان ما يشبعش في وقت الإفطار كذلك عنا الدهنيات الدهنيات هي بطبيعة الحال ممكنناش نستغنوا عليها لأن من هذه الدهنيات كنستبدو حنا الطاقة ديالنا الدهنيات كينا أنواع كينا الدهنيات المشبعة والغير المشبعة وكينا كذلك الدهنيات لأصل دياله نباتي والأصل الحيواني حنا خصنا نأكدوا ونركزوا أكثر على الأصل النباتي أكثر من الأصل الحيواني وكذلك من الأحسن من الدهنيات الغير المشبعة هي التي تكون أكثر سواء كانت متعددة أو أحدية ماشي مشكل كذلك البروتينات بوطري البروتينات هي واحد العناصر اللي بناء في الجسم ديالنا كذلك هي عند الأصل النباتي والأصل الحيواني ودائما كنركزوا على الأصل النباتي اشتركوا في القناة